موسيقى ترمى وإحنا الأخصى هننشر حب في كل مكان افتح قلبك يسعب يحبك نور حياتك بالنماء ترمى بالنماء ترمى بالنماء ترمى بالنماء ترمى بالنماء أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في العالم أهلا بكم وحلقة جديدة من برناميكم الكرمة مباشر النهار ده عنوان الحلقة انتظارا انتظرت الرب الانتظار الانتظار قالوا عنه انه أصعب شيء للنفس التي ترجو وتزبر للنفس التي تنتظر للنفس التي لم تعرف كيف تزبر لم تعرف كيف تثق أو تؤمن في الرب الانتظار هو أصعب شيء لأنه زي ما كانوا بيقولوا انه الانتظار بيخلي الدقيقة ساعة والساعة ساعات والساعات كأنها دهر الانتظار أصعب شيء للنفس البشرية النهار ده هنتكلم على الانتظار وأحب أرحب مع حضراتكو بشخص غالي علينا قوي الأسيس عصام حدد راعي الكنيسة الأولى بتارزانا أهلا بك حضرة الأسيس مبسوطين تكون معنا جدا جدا أهلا بك يا أخت ليديا مبارك اسم الرب النهار ده منتظرنا حلقة هايلة أمين الانتظار حاجة قد ايه زي ما كنت بقول انه حاجة صعبة ويمكن حاجة متعبة ويمكن حاجة ما حدش فينا بيحبها خلينا صراحة من الأول بس ده الجانب السلبي منها ده الجانب السلبي اللي كلنا بنشتكي منه بس هناك جانب إيجابي رائع في الانتظار أمام الله وده اللي هنعرفه مع حضرتك أمين ايه الانتظار ايه رائع في كلمة الانتظار معناها ايه نقاط في محضر الرب ونتوقع بالإيمان ونتوقع بالثقة انه الله موجود وفي روح الصلاة والتواضع والانكسار أمام الرب نتوقع انه الله يعمل شيء نتوقع انه الله يتفوه بكلمة نتوقع انه الله يغير يشفي الانتظار من الأمور المهمة في حياة الإنسان المسيحي سر حياة داود العملية كان انتظاره أمام الرب لها السبب في أشياء يقول منتظروا الرب يجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون فالانتظار مهم في حياتنا عايشين في عصر السرعة لكن محتاجين ناخد وقتنا في الأمور الروحية يعني كل شيء في الحياة ممكن نعمله بسرعة لكن ما عدا حياتنا الروحية كل شيء لازم ياخد وقته في الحياة الروحية إن كان التأمل إن كان الصلاة إن كان العبادة الانتظار أمام الرب الانتصار كل خطوة في حياتنا الروحية محتاجة إلى وقت فما نقدرش نسرع في حياتنا الروحية محتاجين ناخد وقتنا أمام الرب محتاجين نكون في محضر الرب نقعد في محضر الرب وننتظر أمامه في بداية القرن العشرين نهاية القرن التاسع عشر كثير من الناس ما كانت تعرف معمودية الروح القدس ولا كيف يقبلوا معمودية الروح القدس كان يقعدوا في محضر الرب ساعات ما يعملوش أي شيء أبدا بس مجرد بروح الصلاة ولما ينسك بالروح القدس عليهم كان ينسك بغزارة وبقوة والسبب إنه ما كانش فيه هناك طرق ووسائل ما كانش فيه خبرة لأنه في فترة طويلة مرت من الزمن كانت ناس مشغولين بأمورهم ومشاكلهم وابتعدوا كل الإبتعاد عن الله لكن في نهاية القرن التاسع عشر ببتدى الانسكاب ببتدى عمل روح الله لأنه فيه نفوس كانت تعود في محضر الله وإحنا في كتير من المرات نلتمس العذر لأنفسنا أنا معناش وقت أنا مشغول بالشيء الفلاني والشيء الفلاني بس حقيقة الأمر أنه لازم ناخد وقتنا مع الرب ده حقيقة هذا الأسيس اللي نجيل بيقول كده بيعلمنا أنه جيد للإنسان أن ينتظر ويتوقع بسقوط خلاص الرب لكن عايز أخش في الموضوع أنه وأنا بنتظر إيه اللي ممكن أكون بعمله يعني الانتظار صعب زي ما كنا بنحكي والدقيق ساعة الانتظار يمكن الدقيقة بتبقى ساعة والساعة بتبقى ساعات الوقت بيطول قوي قوي إيه اللي ممكن أعمله أنا؟ لو أنا بنتظر الرب لو أنا بنتظر عمل الرب في حياتي لو أنا بنتظر زي ما داود قال انتظاراً انتظرت يعني فيها تأكيد هنا اللغة العربية انتظاراً يعني انتظار كان طويل وده أكيد يعني تفتكر إيه اللي ممكن الشخص ما يجي انتظر الرب يعمل إيه؟ ينتظر وهو بيتفرج على تليجيزيون وهو بيلعب بفيديو جيمز وهو بيعمل إيه؟ بيتشغل بكل أشغاله بيصور صحابه يعني إيه اللي ممكن يعمله بانتظر الرب يقولك ما أنا خلاص ما هو ربنا هيعمل حاجة خلاص أنا قلت له خلاص فهل ده المفروض الشخصة ما ييجي ينتظر الرب ينتظر الرب بطريقة دي ولا فيه طرق إيه اللي ممكن أعمله أنا بانتظره حصل شيء رائع معي قبل حوالي تقريبا ثلاثة أسابيع مع ابن صغير عمره 11 سنة تقريبا في المدرسة الإعدادية جونيور هاي يوم الثلاثة بالذات يطلعوا ساعة ونص بدري بقى أيام الأسبوع بيطلعوا الساعة ثلاثة بعد الظهر لكن يوم الثلاثة بالذات بيطلعوا الساعة واحدة ونص وأنا يوم الثلاثة نسيت أنه هذا يوم الثلاثة فرحت حتى أخذه من المدرسة كانت الساعة ثلاثة تقريبا فلما وصلت عند زاوة الشارع محل ما دائما بانتظرني وعادزا بيكون معاه كتير من أصدقائه لكن هذا اليوم لما رحت ما لقيتش ولا أي شخص حوالي ولقيته قاعد في مكانه أخدته لكن أول ما وصلت اكتشفت أنه أنا متأخر كتير عليه واكتشفت أنه كان يوم الثلاثة وتأخرت عليه ساعة ونص إنه قهرت من نفسي كتير فلما دخل قاعد في السيارة بتديت أعتذر منه بتقول بابا أنا متأسف كتير أنا فاتني أنه اليوم الثلاثة أنا ما نستكش أنا بس نسيت أنه اليوم كان يوم الثلاثة لكن أنت مش نسيك أبدا بتديت أحضنه وأبوسه يعني أطبطب عليه وأعتذر منه أعتذرت يمكن ما لا يقل عن مئة مرة سمحني بابا أنا تأخرت عليك كان ردي فعله إيه كان يبكي تدي يبكي كان متألم كان يمكن ما أخذ على خاطر لكن بنفس الوقت كان متأثر أنه أنا بعتذر منه فالانتظار كان ينتظر لكن في داخله في ثقة كان يثق فيه ما زال يثق فيه وعارف أنه مش ممكن أفشله في أي شيء ولا أسيبه ولا نسيح أو أتركه وما جبهوش من المدرسة طبعا فالمهم في الانتظار الثقة لما أنا أنتظر أمام الرب لازم أثق في الرب والثقة شيء بتعلمه لكن أيضا شيء بمارسه بنفس الوقت ما أدرش أمارسه إذا ما تعلمته ما أدرش أتعلمه إذا ما مارسوش فالثقة شيء أنا بمارسه مع الله أنا أبدأ أثق في الرب أبدأ أثق في كلامه أبدأ أثق في وعوده أبدأ أثق فيه أنه إله عايز الأفضل لحياتي حتى لو ما فيش تغيير حتى لو ظروف زي ما هي كل حاجة زي ما هي ما فيش شيء ببعلى ما هو كل شيء بتغير لكن أنا أثق أنه لما الله بيغير شيء بيغير دائما لمصلحتي في الرسالة ترومي إلى صحة ثامن بقول ونحن نعلم أن كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعوان حسب قصده فأنا عارف في كل الظروف مهما كان الظرف أنا عارف أنه بيعمل لخيري ولمصلحتي ومستحيل أبوي السماو اللي بيحبني هذه المحبة العظيمة اللي ضحى بمجده وبذاته لأجلي على الصليب واحتمل كل العار أنه ما يحبنيش المحبة اللي هو بتكلم عنها أنا أثق أنه الرب يحبني وأنا أثق أنه الرب عايز دائما الأفضل لي فمهما كانت الظروف يعني إذا كان ابني البشري حس بهذا الإحساس كان بالأحرى أنا ابن أبوي السماوي أني أحس بطريقة مختلفة لا طبعا بالعكس أنا أثق في أبوي السماوي عندي ثقة في الرب عندي ثقة أنه إله قادر على كل شيء الشيء الثاني وهذا شيء أساسي في الانتظار أمام الرب موضوع الثقة ده عايزة يعني أأكد عليه قوي قوي حد الأساس لأنه ساعات إحنا للأسف تأثرنا بناس حوالينا بيكلموا عنه إله يمكن ميكر يمكن منتقم يمكن إله صعب شوية شرير شوية فيه شوية شر فده حاجة بتأثر فينا وده حاجة إحنا بنتأثر بيها ففكرة أنه الله كل صلاح دي يعني فكرة أنه الله بيعاقب و الله منتقم القصة دي السعيد بتأثر فينا وبتأثر في ذهننا ما نيجي نفكر نحن ناصق في الله أنت ممكن ناصق في حد يمكن رائع وكامل لكن فكرة أنه في حبة شواء بتيجي كده من الخلفيات ومن الخبرات الحياتية للناس اللي حوالي يمكن فلان انتظر ومحصلش فإيه رأيك في قصة دي هذا الأسيس ما أقدرش أبني إيماني على اختبارات الآخرين دي نقطة مهمة ما أقدرش أبني اختباراتي على إيمان الآخرين أنا اختبار أو إيماني أنا ببنيه على اختباري أنا الشخصي على كلمة الله الشيء الوحيد اللي لا يتغير هي كلمة الله ثبت هذه الكلمة لا تتغير على مر العصور والدهور هذه الكلمة لا تتغير أبدا والكتاب المقدس ما فيش فيه أي نوع من التحريف وما فيش فيه أي نوع من التغيير كما هو حتى في المخطوطات اللي وجدت حديثا في نهاية القرن العشرين وحتى في بداية القرن الحادة والعشرين الأمور اللي اكتشفوها جديد خاصة عند البحر الميت اكتشفوا من هذه المخطوطات بعد ما ترجموها أنها متطابقة تماما للكلمة اللي بين يدينا فكلمة الله ما تغيرتش ولا رح تتغير لأن الله نفسه مش بيتغير مش بتغير السماء والأرض تزول لكن كلام الله لا يزول أبدا فهذه الكلمة ما تغيرتش أبدا فوعود الله لم تتغير فأنا أبني إيماني على الشيء الثابت الغير متغير على يقنية الكلمة أبني إيماني لا أبني إيماني على اختبارات الآخرين وياما مشوف ناس اليوم حصل على اختبار معين بكرة ممكن يرتد ويرجع للوراء ممكن يفتر يبتعد ممكن يرجع عايش في الخطيئة فما أقدرش أبني اختباري أو إيماني على اختبارات الآخرين لكن أنا أبني إيماني على كلمة الله الحي الفعال اللي أمضى من كل سيف ذو حد دين باقتدي ممكن بسيار القدسين الأفاضل رجال الله الأفاضل بتعلم منهم بتعلم من نقاط القوة بتعلم من نقاط الضعف بتعلم أتحاشى نقاط الضعف وبتعلم أنه أقتدي بنقاط القوة لكن هذا كله مهم في انتظار إمام الرب هذا بولد في داخلي الثقة في الرب اللي أنا بعبده ممكن ديانات مختلفة تصف الله بأوصاف مختلفة لكن هذا لا يعني لي شيئا أبدا أنا اللي بهمني ما تقوله كلمة الله عن كينونة الله عن كيان الله عن محبة الله عن صلاحه أنه إلعنا صالح زي القطعة النقدية إلها وجهين نعم الله رحيم لكن الله أيضا عادل ما نقدرش نتمسك بس بصفة الرحمة ونجدر بصفة العدالة لازم الاثنين مع بعض الله عادل لكن أيضا الله رحيم الله قادي وديان ولكن الله أيضا محب أنا بهمني كلمة الله ما تقوله كلمة الله هذا هو الدستور اللي أنا بمشي عليه عشان كده أقدر أثق في إلهي زي ما كان بيقول مكتوب أنه هذه هي الثقة التي لنا عندها إنه إن طلبنا شيئا حسن مشيئته يسمع لنا ففي ثقة هذا من أساسات الانتظار أمام الرب الثقة الثقة هذه الخطوة الأولى إنه أثق أن هذا الكلام هو كلام الله هذه الكلمة نابعة من وحي الله من قلب الله من فكر الله صالحة في كل وقت ومع وعيده أمينة يعني فكرة أنه الله ما يوعد بحاجة زي ما حيكت بتقول ما بتتغير شي والكتاب فيه الموعيد والموعيد بتتحقق لأنه الله هو لضمينها دائما دائما بهمني مين لأني الكلام مصدر الكلام اللي هو الله نفسه فلما الله يتكلم انتهى الموضوع كلام الرب هو رب الكلام الأساس الثاني في الانتظار أمام الرب هو الإيمان الإيمان مبني على الثقة ما منفعش أفصل الإيمان عن الثقة الفرق بينهم خضر الإيمان يقول لنا في رسالة العبرانيين صاحب 11 أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإقان بأمور لا ترى الثقة هي الخطوة الأولى في الإيمان لما أبدأ أثق في الرب إيماني يبدأ ينمو ويزيد ويزيد فالإيمان مبني دائما على الثقة في الرب أنا أثق في الرب لعدة عوامل أنا أثق في الرب لأنه أول شيء هو إله حقيقي أثق فيه لأنه إله كلامه سليم 100% أثق فيه لأنه وعوده اللي وعدها صادقة وأمينة اختبرته ماشي معاه بس مع صوته والكلام اللي بقوله بيعمله فثقة في الرب بناءًا على هذه الثقة إيماني مبني مش مبني على اختبارات الناس لكن مبني على ثقة في الرب وفي كلمته واختبارات اللي مكتوبة في الإنجيل كمان طبعا في ناس رجال الله في كتابه المؤدس دول اللي اختبرتهم تعتبر بكل تأكيد بكل تأكيد أي شيء في الكتاب المقدس بولد في داخل الثقة في كيان الله في شخصية الله في حضور الله في رحمة الله في عضل الله في استجابته للصلوات فيبدأ فيه بعد الثقة بيبدأ الإيمان والإيمان الرب أعطانا الإيمان زرع في قلب كل واحد مننا مقدار من الإيمان فالإيمان موجود في قلب الإنسان لكن الإيمان ينمو مع الشركة مع الله مع الصلاة ينمو مع قراءة الكتاب ينمو مع الخدمة ينمو ممارسة نفسها وسائل النعمة الخمسة بيخلي الإيمان ينمو في داخلي وبيخليني أثبت في هذا الإيمان فالإيمان أساس من أساسات الانتظار أمام الرب ما أدرش أنتظر أمام الرب بدون إيمان يعني الشيء البسيط بيحكين له بولوس بول بدون إيمان لا يمكن إرضاءه ما أدرش أتقدم العرش النعمة بدون إيمان فالإيمان شيء مهم أنا أؤمن أول شيء أنه الله موجود أنا يجازي الذين يطلبونه أهم شيء أنه الله حي والله موجود أنا مش بعبة إله ميت أنا مش بعبة صنم أنا مش بعبة تاريخ ولا شخصية تاريخية يعني كان في مؤرخ تاريخي اسمه جوسيفس في وقت المسيح اللي دون أحداث الصلب ودون أحداث ما بعد القيامة بأسلوب وبطريقة تاريخية لأنه كان مؤرخ فكل الكلام اللي قاله يتطابق كلياً مع كلمة الله ما فيش يتنافى معه فالتاريخ العالم يشهد على دقة الكتاب المقدس ودقة الحوادث اللي حصت في الكتاب المقدس فإيمان مبني على هذه الحقائق الكتابية يعني ممكن نقول الإيمان زي عضلة العضلة دي لو أنا ما استخدمتها حلوة تعبير عجبني سنتين يعني لازم ندرب عضلاتنا كلنا عندنا عضلات لكن فيه ناس بتبع عضلاتهم كبيرة لأنه بيدربوها كل يوم كل يوم كل يوم فنفس الحكاية الإيمان لو أنا كل يوم بسخ في الرب كل يوم بجدد ثقتي وبسدق في الرب ومش هقول أجرب الرب لكن هقول أنه اختبرت الرب أنه قد إيه كان أمين قوي معي قد إيه أن أنا مثلاً حطيت العشور الرب بديني أكتر بكتير وهكذا في تعاملات الرب معي قد إيه دي حاجة بتلاقي ولد إيمان والإيمان لا يخزى وإيمان بيبقى قوي وكل ما ده إيمان بيجبر حصل معي شيء الأسبوع الماضي وحطيته على الفيسبوك اختبار رائع اختبار حقيقة أنا رب لمسني من خلاله وعدت إخوة قالوا لازم تشاركوا مع الإخوة على الفيسبوك وتعدد شوقتنا يا حد الأسيس طلعنا من البيت الصبح أنا طلعت في السيارتي وأخذت معي أولادي ووصلوا للمدرسة بنتي الكبيرة طلعت في سيارتها على الجامعة وأنا في طريقي بدتت أصلي وأنا بصلي إلى اللي معي في السيارة مع أولادي ووصلوا لبنتي اللي بتسوء على ريحة الجامعة بقولوا يا رب أغطيها في دمك بقولوا يا رب أحميها يا رب فكنت كتير بصلي إلى هداك اليوم مش عارف لي بيمكن خمس دقائق عدت ولا تتصل فيه بتقول لي بابا أنا في حادث بتقول الحادث سيار أيه أوكي قلت لي أنا بخير ما في الشيء أبدا فوصلت اللي معي على مدرسهم ورأسا رحت عليها أول ما وصلت مكان الحادث المزبوط يعني شكرت الرب يعني كيت في ذاك المكان أدي رحمة الله في الوقت اللي أنا كنت بصلي فيه الرب أرسل ملاك صعب أوصف الحادث بذاته لكن أربع أربع سيارات استضموا في بعض آخر واحدة كانت سيارة بنتي فالثلاثة بعد ما خبطوا في بعض آخر واحدة يعني عربية الأولانية فرملت مرة واحدة ووقفت مش كده؟ ضربت في الثانية لفت عملت يوترن وطلعت على العربية الثانية تماما أختال ليديا تماما أن إنش مجرد أن إنش يعني فرق بسيط قوي قوي بين العربية الأخيرة اللي طلعت على العربية اللي وقفة وبين عربية بنتي طلعت لك يا رب أشكرك يعني حقيقة كأنه ملاك مش كأنه الواقع أنه ملاك حط يده منع العربية هنا تكمل على العربية اللي فيها بنتي يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك إليك لا يقرب إليك لا يقرب قوة الصلاة هل بتقولي لي بتؤمن؟ طبعا أنا أؤمن ليه؟ لأنه في الفترة في الوقت اللي أنا كنت بصل فيه الرب أردي بعت ملايك اللي تحرس قدي إحنا محتاجين نصلي لأولادنا قدي محتاجين نحميهم وإحنا نزلين وهم نزلين المدارس مش كيفان أنا أديها ساندويتش ولا أديلوا ساندويتش مش كيفان أنا ألبسوا جاكت عشان يدفع ده جميل قوي لكن كمان نحنا نكون بنحميهم ونغطيهم بدم المسيح حماية ورعاية لهم ده أروع شيء إن إحنا نعمله لأن إحنا نصلي لهم هذه حاجة جميلة الحمد لله على سلامتها الله يسلمك قلت لي كلمة المزبوط لمسة قلبي كتير قلت لي بابا وأنا وأنا في السيارة بنتظر حتى الإشارة تتغير يعني مش متحركة من مكاني بتقوله أنا قاعدة في السيارة أنا عندي سلام فظيع قلت لي شفت السيارة لفت وضربت بأول السيارة الثاني والثالث وطلعت فوقها وشفتها من تحت لكن في دخلي كان في سلام قلت لي يا رب أشكرك للسلام اللي أعطيتها إياه يعني كانت كان اختبار رائع فمن المهم أنه يكون في عنا إيمان في الانتظار أمام الرب لما انتظر الرب يكون في داخلي فيه إيمان أنه الله حي أنه الله موجود أنه الله بيسمع الصلاة أخت ليديا مرات كتير من صلي لكن في داخلنا ما فيش إيمان أنه الله سمع الصلاة لازم نبدأ ندرب أنفسنا أنه الله بيسمع الله بيسمع داود قال في مزمور أربعين انتظارا انتظرت الرب فما لا إلي معنى كلمة انتظار يمكن بالعربة مش كتير واضحة بالإنجليزة أوضح شوي بالعربة بقول انتظارا انتظرت الرب بالإنجليزة بقول يعني انتظرت بكل صبر بكل طول أنات وانا بنتظر الرب الموضوع ما أخدش يمكن ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو يوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين لكن الآلوب داود يعني فترة مرت وانا بنتظر الرب وانا بنتظر في الرب في دخلي في ثقة وفي دخلي في إيمان في هناك شيء ثالث عنصر آخر أساسي في الانتظار أمام الرب محبتي للرب محبتي للرب بدون محبة ما قدرش أعمل أي شيء أنا لأني بحب الرب أنا عندي استعداد أني أنتظره لأنه هو أحبنا أولا أيها أنا عندي استعداد أني أنتظره يعني بعض الأحيان العريس بيستنى العروس لما تكمل درستها السنة وسنتين وثلاثة من حب والهاب مستعد أنه ينتظرها من محبتنا للرب عندنا الاستعداد أنه ننتظر أمام الله من محبة ابني لي انتظرني في المكان اللي دايماً بأخده منه ما تحركش من مكانه لي؟ لأنه في داخله فيه ثقة فيه عنده إيمان أنه أنا جاي يأخده ومش هتخلى عنه وفي نفس الوقت عنده محبة وعارف أنه بابا بحبه ومش ممكن يسيبه في الشارع على وحده في الانتظار أمام الرب فيه هناك محبة شرط أساسي في الانتظار أنا بنتظر الرب لأننا بحبه مش لأنه مجبر أني أنا أنتظره ومرات كثير الانتظار الإجباري بيسبب مأساة نحاية أنا مش مجبور أني أنتظر الرب لكن أنا من تلقاء نفسي أنا حاب أن أعود أنتظر أمام الرب الرب يسوح في بستان جد سماني انتظر في هذا البستان وكان يصلي عارف الصلب عارف ألام الصلب عارف السرور الموضوع أمامه سمى السرور عارف السرور الموضوع أمامه لكن مع هذا كله انتظر يا أبتي لتكون لا مشيئتي بل بل مشيئة إن كان أمكان فلتعبر عني هذا الكأس لكن لتكون مش مشيئتي أنا لكن مشيئتك أنت اللي تتم وهذا بالحقيقة يعني انتظار انتظر أمام الله فما لا إلي والسامع صراخي فالشرط التالت لازم يكون فيه هناك إيمان فيه أساس رابع للانتظار أمام الرب وهو الرجاء يبقى إحنا عندنا في أول أساس الثقة والإيمان والمحبة آخر حاجة الرجاء يعني لما ننتظر الرب لازم يكون فيه داخلي فيه رجاء ما هو هذا الرجاء إنه يميل إلي ويسمع صراخي هو كان قاعد على ناصة الشارع باستناني بس فيه داخله فيه رجاء باستناني عارف إنه في أي لحظة ممكن أظهر أنا جاي أكيد هو متأكد بيثق فيه وبحبني وعنده إيمان فيه لكن متوقع إني أجي واخده نفتفى فمن المهم جدا أنه لما أنتظر الرب في داخلي يكون فيه هناك رجاء داود قال فما لا إلي بالإنجليز بتيجي يعني بمعنى آخر مال علي يعني نزل لمستوي يعني حط دانو عند داني حتى سمعني عند فمي حتى سمعني فما لا إلي والسمع صراخي فداود بقول يعني بمعنى آخر لو قرأنا بين الكلمات لا اكتشفنا أنه داود بقول أنا صرخت للرب في انتظاري أنا صرخت للرب لما انتظرت الرب لما كنت أنتظر الرب كنت أصرخ له فلما صرخت للرب فما لا إليه وسمع صراخي لكن مش بس سمع وأنا بحب أكد اليوم لكل شخص بشاهدنا باسم الرب يسوع لما تصلي لازم تثق أنه الله بيسمع الصلاة خاصة لما تكون الصلاة صاعدة من قلب طاهر يقول داود إن رعايته إثما في قلبي لا يستمع لي يا الرب أنا متأكد لما أنا بحالة توبي أمام الرب وأنا تعب عن خطياء يعارف قلب يعارف أنه قلبي طاهر أمام الرب أنا متأكد أنه لما بصلي الرب بيسمع هذه الصلاة فمن المهم أنه نكون متأكدين أنه الله بيسمع الصلاة داود كان مش بس بتأكد أنه الرب سمع صلاته لكن متأكد أيضا أنه الرب مال إليه يعني ما ابتعد عنه ما رفضه ولش مأز منه على العكس لكن مال إليه يعني اقترب منه يعني حاب يسمع صوته بوضوح أكتر فمال إليه والسمع صراخي يعني تأكد أنه مش بس مال لكن تأكد أن الصراخ مش وهم ولا هو شيء ضعيف لكن سمع صراقي يعني الطلب اللي أنا طلبتها الكلام اللي أنا قلته سمعه داود أكد أنه الرب سمع صراخه ولكن الشيء الثالث اللي قاله داود قال وأصعدني دي استجابة الصلاة والطلب أصعدني من جبلها لك بس فين الأساس الأساس أنه أنا انتظرت تعرف أنه نحن عايشين في عصر بديش أقول عصر السرعة لكن عصر الاستسراع أكثر من السرعة أكثر من السرعة يعني في كل شيء الناس يعني مش عارف ليه بيسرعوا في كل شيء في سرعة يعني حتى الفاست فود الأكل كل شيء يعني بفتكر أول ما اخترعوا المايكرويف كان المايكرويف حجمه كبير وكان مكلف جدا وابتدأوا يطوروا في المايكرويف ويحسنوا فيه لما عملوه بطريقة رائعة اللي الناس عايزة تاكله بسرعة كل حاجة بسرعة كل شيء بسرعة هلأ بتلاقي في طبخات كتير موجودة في الستور خلال خمس عشر دقايق بتكون الطبخة جاهزة وكاملة زمان كانت ست البيت تقعد ساعات بالساعات تعمل الطبيق لكن احنا عايشين في عصر التسارع عصر يعني مش بس الأكل كل حياة الإنسان عايش في الفاست لين على الفريوي كانت طريق واحدة في كل اتجاه طريق واحدة أصبح ست خطوط سبع خطوط في بعض الفريويز عليها تمن خطوط طبع الطريق يعني يزيق طرق سريع وحتى زادوا عليها أماكن خصوصي ومسراب خصوصي للبول لين أو اللي بيكون في السيارة أكتر من شخص حتى يشجعوا الناس أنه أكتر من شخص يركب في السيارة ويسوقوا فيها عشان يروحوا أسرع كمان حتى يكونوا أسرع فكل شيء سرعة 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 العربيات كل مدى بيخترعوا عربيات أكتر سرعة وأسرع وطيارات تخترق الصوت والقطارات والقطارات طبعا يعني أشياء سريعة سريعة وكل شيء مختصر عايشين في عصر كل شيء بسرعة يعني حتى حتى التعليم زمان كان الطفل اللي عمره خمس سنين يعني لسه بداية الألف والباء هلأ بتلاقي تلت سنين بقدر يقرأ وممكن يكتب في تلت سنوات تلت سنوات ونص أنا شفت فعليه طفل عنده القدرة يقرأ مجلة كاملة عنده تلت سنوات ونص يقرأ قراءة عادي زي أي إنسان آخر عصر السرعة حتى في العلاقات حتى في الشغل في البزنس الشاطر اللي بيسبوء التاني الشركة الأفضل هي الشركة الأسرع من باقي الشركات يعني فين كيف ملفينا كيف مندرنا منلاقي فيه هناك تسارع وده بيأثر على علاقتنا في الانتظار يا حدر أسيس بش كده على علاقتنا مع الرب إحنا بنعم ننسخ ننسخ التسارع اللي في العالم لعلاقتنا مع الله آه إحنا عايزين كل شيء في الأمور الروحية يحصل يحصل بذات التسارع اللي في الحياة العملية لأن الشخص تعود إنه كل حيجة عايزها رغباته يعني عايزها وعايزها دلوقتي فتعود كده والعالم بيرديله الرغبات ديت ودلوقتي دلوقتي كل حيجة زي ما بيقولك على طار في أسبوعك يعني ممكن تجيبها وانت قاعد في البيت توس الزر تلاقي الشغل الفلانية حصت معاك على الكمبيوتر على الانترنت على الفيسبوك على كل حيجة تعمل أوردر يجيلك الأكل كل حيجة دلوقتي كل حيجة سريعة فده بيأثر على علاقتنا مع الرب بشكل فظيع يعني حتى في اخترعات الآن اخترعوها ممكن تتحكم في كل شيء في البيت عن طريق الكمبيوتر اللي معاك في الأوفيس ممكن قبل ما توصل البيت تنوري كل النور اللي في البيت أو تطفي كل النور أو تشغلي أمور معينة في داخل بيتك عن طريق زر بسيط بتتحكم فيه سرعة 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 بكل شيء فيه سرعة في الطيران فيه سرعة في المواصلات فيه سرعة في العلاقات الشخصية فيه تسارع بشكل هلأ بتشوف الجيل هذا بيختلف عن الجيل القديم ليه سبقونا في كتير من الأمور ليه لأن الجيل في وضع في حالة تسارع كل شيء منقدر نسرعه ما عدا ما عدا حياتنا الروحية ما نقدرش نقتبس التسارع اللي احنا عايشين فيه في حياتنا الجسدية ونطبقه ونفرده على حياتنا الروحية التوبة محتاجة وقت بمعنى إيه؟ التوبة محتاجة وقت ما ينفعش بس أقول كلمة وأنا متأسف لأنه عملت الخطيئة الفلانية لازم من الداخل يكون فيه نوع من الندم لازم يكون فيه توبة حقيقية من الداخل مش بس مجرد كلام هرفتي لازم أقعد في محضر الله يعني الانتظار في محضر الله فيه أمور أنا بعملها ليه قواعد أربع قواعد كلمنا عنها لكن فيه أمور أنا بعملها وأنا في محضر الله يعني مش قاعد على الفاضي بس بنتظر مش بعمل شيء لكن وانا في محضر الله لازم أكون في حالة توبة يعني لو فيه خطيئة أنتظر حتى أسمع غفران الله أقرأ كلمة الله حتى أعرف الكلمة بتقول إيه لأنه كلمة الله غذاء للروح أنا محتاج أقرأ الكلمة وأنا بنتظر أمام الرب ما ينفعش أنتظر أمام الرب وأنا مش بعمل أي شيء الانتظار أمام الرب مش يوغا أعرف رياض اليوغا المشهورة جدا دلوقتي في العالم اليوغا اللي هو زي بيعودوا كده هو فترات طويلة ما بيعملوش أي حاجة ويتأملوا في الكون ويجي لهم طاقة تقريبا حاجات كده فإبليس طبعا ممكن يخش من طبعا نحنش مخافئين على اليوغا دي طبعا لأنه دي حاجة حاجة لي علاقة بإبليس يعني ممكن يخش في الوقت دوت للشخص هو when you bring yourself into a neutral state of mind ببطل الإنسان في عنده أي نوع من الكنترول على أفكاره أو ضبط للأفكار فبيرخي بيصير في حالة استرخاء كامل ما عندهش لا إرادة ولا عنده أي مشيئة فالأرواح رأسا فيها باب مفتوح تدخل منه لهذا الإنسان تحت بند تحت بند الاسترخاء أو تحت بند تحت اسم اليوغا من الظاهر من الخارج تظهر كأنها شيء بسيط وشيء مريح لكن حقيقة الأمر أخطر بكتير من هذا الشيء فالانتظار أمام الرب مش يوغا أبدا الانتظار أمام الرب هو فترة نحن منصرفها في قراءة كلمة الله من المهم أنه نقرأ كلمة الله ما نقدرش ننتظر أمام الرب بدون ما نقرأ كلمة الله لازم أقرأ الكلمة لي لأنه لما بتأمل بتأمل بشيء ما ينفعش أتأمل بلا شيء لازم أتأمل بشيء فالشيء اللي بتأمل فيه هو كلمة الله فلازم أقرأ كلمة الله الشيء الثاني أثناء الانتظار أنا محتاج أنه أصلي في علاقة مع الله أنا محتاج أني أسمع صوت الرب أصلي بصورة مستمرة في محضر الله لأنه أثناء الصلاة وأنا عم بصلي مع الله ممكن الله يتكلم معي وأنا بقرأ في الكتاب المقدس ممكن كثير أنه الله يتكلم معي وأثناء القراءة ممكن عن طريق آية من الكتاب المقدس ويامة كثير بتحصل معي بكون بقرأ في مقطع في الكتاب المقدس بلاقي في آية كأنها منورئ أمامي بقول للرب هذا الكلام أنا بكلمك فيه هذه هي الكلمة الكلمة اللي فيها حياة اللي أنا عايزك أنك تتعمل فيها فالانتظار أمام الرب بصرفه في الصلاة بصرفه في قراءة الكتاب المقدس مهم جدا الانتظار أمام الرب أيضا عفوا نحن الأسيس احنا وصدنا الأول الانتظار قدام الرب فيه تأمل زي ما حالك كنت بتقول الأول عشان يعني نحط النقعة تأمل فيه توبة فيه إرشاد بس منتظر إرشاد من الرب أيها هنستكمل حديثنا مع حضرتك لأنه ده موضوع مهم جدا ويفرم مع كل شخص مؤمن أنه ينتظر إنشاد من الرب وينتظر أن الرب يجي عليه في التأمل بتاعه بإرشاد وبقيادة حقيقية بالروح القدس هنستكمل بعد الفاصل هناخد فاصل وعزائي المشاهدين هنسمع التانيمة جاءة الرب وقريبا كونوا معنا مبارك الرب وقريب لمن يدعوه ليس بعيدا كما زعاموا ليس غريبا عن كل ما قاسوا فهو الذي دعا جميع المتعبين ليريحهم من حمل فقير ليمسح دمعة عن كل قلب حسين أولم يعيش هاربا أما تألم مجربا أولم يقوم عاغبا لنا الخيار كان محبا لعشري ملازما لصيدي ساترا لخاطئنا مثل أنا أولم يقوم عاغبا ياعمل أولم يقوم عاغبا لقلب حسين أولم يقوم عاغبا وعاء أولم يقوم عاغبا جميع المتعبين ليريحهم من حمل ثقيل ليمسح دمعة منعا كل قلب حسين كان يجاوب سائلا والخير يصنع شائلا وباقى الموتى حاملا خزي الخطى وآمام قبر باكيا في ليلة موته جافيا رأيته يعرق داميا لنا الألاء الرب قريب لما يدعو ليس بعيدا كما سعاموا ليس غريبا عن كل ما قاسوا والذي دعا جميع المتعبين ليريحهم من حمل ثقيل ليمسح دمعة عن كل قلب حسين اشتركوا في القناة فكيف لا أثق به أشك في حبه رب الذي أحباني إلى الممات فكيف لا أثق به أشك في حبه رب الذي أحباني إلى الممات رب قريب لما يدعو ليس بعيدا كما سعاموا ليس غريبا عن كل ما قاسوا فهو الذي دعا جميع المتعبين ليريحهم من حمل ثقيل ليمسح دمعة عن كل قلب حسين الرب قريب 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 لمن يدعوه فهو القريب قريب يسوع قريب لمن يدعوه أهلا بيكو أعزائي المشاهدين وارجعنا تاني بعد الفاصل وانتظارا انتظرت الرب وزي ما التنيمة الجميلة بتاعت الأخ الزياد بتقول الرب قريب 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 لمن يدعوه كمان الآية بتقول لأنه لم يحتقر ولم يرزل مسكنة المسكين بل عند صراخه إلهي استمع وبنرحب تاني معنا حضرت الأسيس عصام أهلا بيك حضرت الأسيس كنا بنتكلم على وإحنا بننتظر الرب إيه اللي بيحصل كنا بنتكلم أنه أول حاجة لازم أتوب عن لو في خطيئة معينة في حياتي وبتأمل في كلمة الرب وبنتظر إرشاد إلهي من الرب لكن عايز أقول حاجة أنه الانتظار ليه ليه إحنا بننتظر الرب يعني هو لازم ننتظر الرب ما يفعش الرب يجيب الموضوع كده أطلب منه يرح جايب وهولي على طول كده سعب بتحصل ممكن تحصل كتير سعب بتحصل في كتير الممرات بتحصل بس الانتظار مهم لأن الانتظار بعلمنا عدة أمور أول شي بعلمنا الصبر بعلمنا نصبر بعلمنا نكون مؤمنين مش متسرعين لكن صبورين لأنه في الصبر وفي الانتظار أمام الرب في أمور كتير بتتبلور بدل ما نتسارع في عمل شيء الرب ببلور أمور أمامنا بوضح الأمور أمامنا من المهم أنه نحنا ننتظر أمام الرب برضو كمان في الانتظار أمام الرب احنا منقول للرب وهذا الشيء المهم يارب إنت بإيدك زمام الأمور انت مسيطر ومتحكم في الأمور في يدك كل زمام الأمور إنت تقدر تغير إنت تقدر تشيل إنت تقدر تعزل إنت تقدر تبارك إنت تقدر تعمل كل شيء ففي الانتظار أنا أعلن أن السيادة المطلقة ليس لي أنا شخصيا لكن للرب للملك المتربع على عرش قلبي ده رائع ده رائع يا حضر الأسيس الانتظار ونأخذ تليفون معلش معنا الأخت وفاق أحنا أسفين أن أنت انتظرتي شوي على الخط أهلا بيك يا أخت فاق من أستراليا معلش حبيبي أهلا بيك أهلا بيكم أهلا بيك سلام يسوع معكم ومعك ربنا يبارككم إن شاء الله يا رب ويعطيكم البركة والقوة آمين وحطوف يبارك حضرتك تفضلي هنا بيطلق صلاة من أجل خطيب بنتي من أجل شفاء روحي وجسدي قبل كم يوم عمل عملية نخر بالعظم إن شاء الله يا ربي بيطلب من يسوع الشفاء التام وكمان بيطلب طلب الصلاة مشان الفيزا فيزا تبع وتأخرت لأن هو بالعراق والوضع كتير ممنح يا ربنا معي إن شاء الله يا ربي ليتمجد اسم اسم الرب يسوع شفاء للجسد وفيزا رافي أمام عرش النعمة باتفاق مع كل شخص بشاهدنا اليوم نصلي يا رب بحسب وعدك وبحسب كلمتك يا رب ترسل كلمتك لرافي مكان ما هو موجود يا سيد الرب وتشفيه من النخر اللي في العظام بإسم الرب يسوع المسيح ونصلي لأجل أوراق الرسمية والفيزا رب أنك تسهل أمور للسفر يا رب إلى أستراليا في اسم القدوس الأزلي في اسم ملك الملوك ورب الأرباب نصلي واثقين إنك سمعت وستجبت أمين يا رب أمين شكرا لك يا أخت وفاء عزيزي المشاهدين عشان نستكمل الموضوع الهام دوت إحنا إن شاء الله نفتح حقود بعض عشر دقيق في انتظار مكلمتكم ومشاركاتكم ومتعليقاتكم على الحلقة من الأسباب الأخرى اللي بتخلينا ننتظر الرب أهمية انتظر الرب تدفعنا أن ننتظر الرب فترة الانتظار الرب بنقد وافعنا يعني ممكن في موضوع لما أنا ببدأ بنتظر الرب بهالفترة هاي اللي أنا بنتظر فيها الرب وبطلب بشه الرب وبطلب إرشاد الرب ممكن يكون في دوافع خاطئة في داخلي أو ممكن تكون في خطوة غلط أنا ما أخذها في حياتي أو ممكن تكون تفكير سلبي أو ممكن يكون رأي غير سليم كتابيا الرب بيصلح هذا الشيء في داخلي أثناء فترة الانتظار بيقوم سلوكي أو بيقوم أفكاري وقلبي وزي ما كان داود بيقول اختبرني يا الله إن كان فيي طريق باطل إهديني طريقا أبدا أمين هو نفسه قال في كل طرق أعرفه أعرفه وهو يقوم يقوم سبلك يعني خليه يعرف كل الطرق اللي عندك الأفكار اللي عندك المشاريع اللي عندك وهو يقوم الأعوج منها هو يقومه فمن المهم أنه أنتظر أمام الرب لأنه في الانتظار الدوافع اللي في داخلي رب نقيها وبيقومها بحسب مشيته إذن في الانتظار إذن حالك كنت بتقول أنه في صبر في الانتظار أيوة الرب بيغير قلبي لو عندي دوافع غلط وإي تاني بأعطيني بولد فيه الثقة في بعلن للرب أنه هو المسؤول وفي يده زمام الأمور كلها عرفتي لو في عندي دوافع غير سليمة بفترة الانتظار الرب بيقوم هذه الدوافع وبفترة الانتظار هذه الفترة اللي فيها الله بيعمل من المهم أنه نثق أنه الله يعمل بهذه الفترة ممكن تكون الفترة قصيرة ممكن تكون فترة طويلة بغض النظر عن طول أو قصر الفترة من المهم نعرف أنه الله بيعمل داود قال ألف مال إلي والسماع صراخي وأصعدني من جب الهلاك وأقام على صخرة رجلية ثبت خطواتي جعل ترنيمة في فمي في فمي ترنيمة فهل أشياء كلها الرب عملها إمتى بعد الانتظار الرب يسوع لما كان في بستان جد سماني شوف الأحداث اللي كانت في بستان جد سماني شوف الصلاة اللي صلاها الانتظار اللي انتظروا التضرع اللي تضرعوا شوف عمل الخير اللي عمله في إعادة شفاء أذن ملخس عبد رئيس الكنة شوف تشجيعه للرسل تسليمه لما سلم نفسه لليهود وكيف تعامل مع يهوده وشوف القيامة ما بعد القيامة وأمجاد القيامة فأيوة من جب الهلاك أيوة من جب الهلاك لكن أقاموا فين على صخرة على الجلجة ترفعه لكن لكي تستو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ممن على أرض ومن تحت الأرض إذن أثق في الاستجابة أنه الله حييجي وحييجي بمجد غير عادي وحيستجيب زي ما هو مكتوب أنه مال إلي وسمع صراقي وعمل حاجات كتير قوي سبط على صخرة النجلية وابتدى يرفعه كمان مش بس قوموا من تين الحمقة ولم نجب الهلاك لكن كمان أقاموا على الصخرة وقفوا على صخرة سبطة أعلاوا وقوموا وكبروا وده يمكن سعيد بنقول يا حضر الأسيس أنه زي بيفقالي يمكن دانيال لما قال له قال له من يوم الأول لو جهت قلبك وطلبت أنا سمعت أيوة ورب كتب عنده سفر تذكرة أيوة فإذن الرب لو أنا شايفان وما فيش تغيير أنا طلبت من رب ما فيش تغيير ده مش معناه أن الرب مشواخت باله أو الرب يعني ما سمعش أو الرب ما بيعملش حاجة ما هو أنا بقالي سنين طويل أنا مستني إيه اللي حصل وعملت اللي أنتو بتقوله عليه لكن نقطة أنه مهمة أو نقول أنه الرب بيعمل ومش شرط يبقى فيه حاجة بينه لكن الرب في وقته أسر بي وده اللي عايزين نتكلم عليه أنه هل في حاجة اسمها وقت ربنا ساعة ساعة بنسمع ربنا ليه ساعة غير ساعتنا وليه توقيت غير توقيتنا وساعة كلام كبير كده عايزين نفهمه بكل تأكيد بكل تأكيد يعني في اللحظة اللي فيها مندخل عتابات الأبدية الساعة اللي لابسينها في أدينا منرميها مش محتاجينها أكيد مش محتاجينها طبع نسيبها هنا بالضبط لأنه توقيت الله يختلف كليا عن توقيتنا يوم واحد كألف سنة تصوري يوم واحد كألف سنة عند الله يوم الرب كألف سنة يعني بقول لما جاء ملء الزمان أرسل الله لما جاء ملء الزمان أي ملء أي زمان أي توقيت عن أي ساعة بتتكلم يا رب هل يترى عن توقيتنا نحن كبشر هل يترى يعني شوفي في علم النبوات لما تدرس علم النبوات شيء وحيد لازم 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 إنسان يعرف لما يدرس علم النبوات التوقيت الإلهي في علم النبوات فممكن النبوة تكون قبل ألف وخمسمائة سنة بعد بنفس السنة ما بتتمش والسنة اللي وراها مش بتتم ممكن تتم بعد ألفين سنة إذا دل على شيء إنما يدل على أن التوقيت الإلهي يختلف كليا عن التوقيت البشري فهالنبوات هاي اللي صارت في سفر أشعياء تمت في مجيء المسيح ونبوات اللي بسفر دانيال ستتم في الأيام الأخيرة في القرن الحادي والعشرين فإذا بدل على شيء بدل إنه بيده يتحكم بالأوقات والأزمنة وعلى فكرة في سفر دانيال الإصاح الثاني يتكلم عن هذا الموضوع بطريقة رائعة جدا سفر دانيال الإصاح الثاني يقول أجاب دانيال وقال ليكن اسم الله مباركا من الأزل عفوا من العدد كم؟ عدد دانيال دانيال 2 عدد 20 أتفضل دانيال 2 عدد 20 أجاب دانيال وقال ليكن اسم الله مباركا من الأزل وإلى الأبد لأن له الحكمة والجبروت وهو يغير الأوقات والأزمنة يعزل ملوكا وينصب ملوكا يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما هو يكشف العمائق والأسرار يعلم ما هو في الظلمة وعنده يسكن النور شوفي يغير الأوقات والأزمنة يغير الأوقات والأزمنة يعني بمعنى آخر المواقيت والموعيد هي في يده على هذه الأرض أعطانا موعيد أعطانا الفصول الأربعة أعطانا حكم الليل والنهار أعطانا نور الشمس أعطانا نور القمر الظلم النور هذه كلها الشيء أعطانا إياه قصول السنة كمان الأربعة أيوة هذه أعطانا إياه عمر الإنسان حده بسنين بشرية حد العمر سبعون مع القوة وثمانون وأفخرها تعب وبالية يعني حد لكل شيء وضع حد لكن في السماء الموضوع يختلف كليا ساعة الله تختلف كليا عن ساعتنا توقيت الله يختلف كليا عن توقيتنا ففي اليوم اللي دقت عقارب الله هذا هو الموعد لنزوله على هذه الأرض في سورة إنسان أخلى نفسه آخذا سورة عبد صائرا في شبه الناس لما دقت عقارب الساعة الإلهية في السماء مش على الأرض ملء الزمان لما جاء ملء الزمان عرفتي فمن المهم نعرف أنه توقيت الله ومواعيد الله يختلف عن توقيتنا وعن مواعيدنا لكن أنا الرب في وقته أسرع به يعني في الوقت المعين أنا أسرع في هذا الأمر اللي أنت بتطلبه لا تسأل أنا بفضل أتبع الرب ما أسبوكش الرب بمعنى آخر أنا بفضل أنه أتبع الرب ألحق الرب مش أستسرع الرب أخليه يسرع في شيء لأنه حكمتي أنا محدودة معرفتي محدودة خبرتي محدودة لكن هو الإله الغير محدود القادر على كل شيء له الحكمة والجبروت زي ما دانيال له الحكمة كلها له الحكمة كلها له الجبروت كله لأنه إله قيوم يعني قائم إلى أبد الأبدين عرفتي فمن المهم أعرف أنه لما أنا بصلي لموضوع لا أفرض توقيت البشري على توقيت الله دي نقطة في غاية الأهمية أيها لأنه أغلبنا عندنا هذا النوع هذا النمط من التفكير بقول له يا رب أنا بطلب منك معجزة تعمل المعجزة الآن ومنفرض توقيتنا على توقيت الله ساعت نقول له يا رب لو ما جيتش دلوقتي لو ما عملتش موضوع دلوقتي مش هينفع ساعات احنا بنقترح لربنا نقول له يا رب مش هينفع منقول كلام بس بحكينا أشياء بإصحة 46 عدد 13 بقول خلاصي لا يتأخر لا يتأخر يعني في الوقت المعين أنا بعطي هذا الخلاص ما بتأخرش لا يتباطئ الربع وعده كما يحسب قوم التباطئ مش بطيء الله الشيء الرائع ساعة بيكبين بقولك نسبة الخطأ في ساعة بيكبين ضئيلة جدا نستعلم في انجلترا المشهورة 10 ساعة في العالم نسبة الخطأ أو التأخير فيها قليل جدا بس برضو لازم يضبطوها في فترة من الفترات لكن ساعة الله دائما صائبة ودائما لا تتأخر ولا تتسارع في الوقت المعين دا حقيقي حضر الأسيس معينا مكلمة الأخت جرجيت أهلا بيك هلو أهلا بيك سلامون أما أختي سلام المسيح معيك يا حبيب سلامون أما خضرات القسيس هلا فيك يا أختي أنا الرب يسوع المسيح عندي احتبار والرب يسوع أريد أقدمني الشكر والحمد والسجود وبما يملأ قلبي وفمي لأن الرب ربنا إلهنا حي يسمع ويستجيب أمين فاسمحوا لي أقدم لكم عن الأطرى المذمور هل أموا اسمعوا فأخبركم يا كل الخائزين الله بما صنع لنفسه صرخت إليه بفمي وتبجيل على لسان أمين بس أكو نقطة إن رعيته إثنى في قلبي لا يستمع لي الرب أكيد أنا هاي حقيقة عشدها الويكيند كله ومع أي ناس آخرين في ضيقة شديدة يعني الرب كما يقول شلون دخلنا في النع وفي البوتقة وصهرنا وبعدين أخرجنا ناصرين تمعنا صوتنا وتضرؤاتنا وشاب دموعنا بس دموع التوبة هللويا أنا شاركت مع الآخرين شاركتهم وسندتهم بالصلاة باسم الرب يسوع صرخنا إلى الرب وتضرعنا وأعطينا وعود وأعطينا وعود وحقيقية وناس ناس رح يتغيرون مية بالمية رح يتغيرون يعني رح يقبلون الرب رح يكون في حياة هذه الأسرة ويكون هو قائدهم ويكون هو الحامي والمحامي لهم حللويا نعم لأن لله انتظرت نفسي آمين انتظرت خلاصي إنما هو صخرتي وخلاصي ملجأي لا أتزعزع أبدا آمين من خريق الرب الرب هو الملجأ يا ناس يا عالم لحد يلجأ إلى أي كان الرب فقط هو الباب حللويا وقال أنا هو الباب أنا هو الباب وهذا الباب هو باب الرحمة باب الغفران باب المحبة والرأسة فأشكر الرب من كل قلبي وأشكر الأخت أمل أنا حبرتها وصلينا مع بعضنا والرب استجاب فأقدم كل الشكر والإمتنان لرب الأرباب وملك الملوك عن طريق قناتكم وشكراً لكم ربي باركك أخي الجيد شكراً لك يا أخي الجيد هي قالت نقطة مهمة قوي التوبة يعني الإنجل بيقول إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي أمين إني أسمع وأبرق أرضهم أمين أمين من اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفلنا خطيانا ويظاهرنا أيضاً من كل إثم مبارك اسم الرم حللويا نرجع تاني للتوقيت الإلهي أنه لازم إحنا زي ما حي كنت بتقول ما ينفعش أنا أطلو من رب السرعة وأنه يا رب ولو ما حصلش الوقت في الوقت اللي أنا عايز وبالطريقة يمكن كمان اللي أنا عايزها دي نقطة كمان مهمة قوي أنه ساعات اقترح على الرب أقول لرب لو عملت بالطريقة دي تبقى ممتاز يعني ساعات بنقترح على الرب حاجات في الحقيقة يعني حاجات تكسب نقول لرب اعمل كذا ولو ما عملش كذا يبقى لأ أنت مش بتحبيني وتوقعات وتوقعات وإحنا بننتظر الرب كتير قوي قوي والمواعيد والوقت دوت يا رب أنت أنت آخر وقت ليك الوقت الفلاني ربنا عنده آخر وقت لي وأول وقت لي والوقت دوت هو ده الوقت الحي والمهم أنه لو أنا مثلا مثلا لو أنا مطلب من الرب الانتقام يا رب وص لو عملت الموضوع ده الوقت يبقى ممتاز والناس هتعرف وين وين نحن نتخيل حاجات كتير قوي توقيت الله هل هو صالح هل هو أكيد صالح لكن أقصد أنه هل توقيت الله في الوقت المناسب زي ما بنشوف كده هو في كتاب المؤدس حابين نشوف أكتر أنه توقيت الله دوت هل أو أنا مش قادر أستحمله مش قادر أنا أستنى وأصبر ده كله لازم أعرف أنه فايدة توقيت الله إيه فايدته أنه أنه بيعمل لي إيه هي دي النقطة أنه أنا ليه أستنى ليه يعني ما هو برضو الانتظار صعب يا حد الأسيس عايزين نلغي أو نقلله شوي نقلله شوي بدون شك أختي بدون شك أنت عارفة لو عملت كيك وحطوه طيب الفرن مفروض ياخد وقته حتى يستوى الكيك ده حقيق لو طلعته قبل بوقته ما حدش يستمتع فيه بالعكس بترميه في زبالة لي لأنه ما لهش أي طعم وما حدش يستمتع فيه صعب واحد يأكله إذا كان مش مستوى التمام مش مخبوز بشكل سليم رب حطنا في بعض الأحيان في مواقف وفي تايم عليه في توقيت في وقت محدد لازم نمر في هذه المحنة يوسف العهد القديم شوف الفترة اللي مر فيها من الوقت اللي فيه بعوه إخوته وللإسماعليين من الوقت اللي فيه ممكن رموه في البير للوقت اللي فيه وقفوا قدام فرعون فترة كانت طويلة مرة حد قالوا أنهما كانت تقريبا تقريبا هالفترة هاي الطويلة شوفي أمانته مع الرب شوفي انتظاره أمام الرب بس شوفي نتيجة الانتظار دائما 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 بدون استثناء انتظارنا أمام الرب للبركة وللخير بدون استثناء لما ننتظر أمام الرب دائما فيه بركة وفيه خير بسفر أشعياء لصاح ستين وعدد اتنين وعشرين آخر عدد فيه أشعياء ستين بقول الصغير يصير ألفا والحقير أمة قوية أنا الرب أنا الرب في وقته أسرى به برجع بقولنا انتوانت فانتظرها لأنها تأتي اتيانا ولا تتأخر يعني في الوقت وفي المعاد فاكر موضوع ساموئيل والشاول النبي ساموئيل والشاول لما شاول بديروح الحرب قعد ينتظر في ساموئيل أول يوم تاني يوم تالت يوم حتى اليوم السابع والرب أخر لساموئيل لهدف حتى يمتحن إيمان وأمانة شاول لما تأخر ساموئيل عن المجيء لتقديم الذبيحة قبل ما يروح الحرب إعلان الانتصار قام شاول اتعدى على مركز ساموئيل النبي ساموئيل وقدم هو المحرقة ولما انتهى من تقديم المحرقة في نهاية اليوم السابع بحكينا مين اللي حضر حضر ساموئيل قال له ماذا فعلت قد انحمقت قال له شفت الشعب كله تفرق عني فتجلت وأصعدت المحرقة عرفتي تسرع بالعرب يعني يعني هو يعني حتى يلم الموضوع وحتى يقدم الذبيحة عشان يعايزين يروح الحرب لكن اللي عمله كان خالط تعدى على خدمة غيره تعدى على مكانة غيره عرفتي ففي الانتظار أمام الرب بنمتحن قلوبنا أمام الله وممكن يكون معظم الأحيان هالفترة اللي بنمر فيها في هذا إذا طالت معناته نحن في فترة امتحان الرب يمتحن أمانتنا معاه لكن أنا عارف أنه في الوقت المعين أنا متأكد أنه في الوقت المعين الرب بيعمل الرب بيكشف الرب بيعطي أنا مفتكر لما كنت أنتظر الفيزا حتى أجي لأمريكا في ست الهجرة تأخرت سنة ونص وفي دخلي كان في تذمر وقالي رب ضع سنة ونص من عمري وأنا بنتظر بالفيزا ليه يا رب سمحت وأنت أنا عارف أنك أنت بتحبني يعني أنا بقول شيء عملي مش بقول شيء نظري حصل أنا معي شخصيا بس هذا كان في سنة الثمانين تقريبا ويمكن الرب كان وعدك كمان يحضر الأسيس أنه هيجيبك أمريكا أنا عارف أنه جاي فيه في المخطط إلهي أنا كنت عارف أنه مخطط من الرب لكن ولما أخدت الفيزا وجيت لأمريكا اكتشفت أنه لو لا الجرين كارد اللي عندي أنا كنت دفعت ألوف الدولارات على الكلية فوجود الجرين كارد فهذاك الوقت ساعدتني كتير حتى تويف الفيز للجامع لا تدفعش الفلوس أنا عايزة أقول حاجة أحد الأسيس مهمة قوي يعني معناها أنه ربنا وعدك ربنا وعدك لكن الوقت كان وقت الرب أيوه يعني ممكن نقول يوسف مثلا يوسف عمل إيه ربنا كان مديله أحلام أنه هو يكون شخص مهم يعني زي ما قلنا الشمس والأحلم أنه الشمس والأمر كانوا والحداشر كوكا وبيسجدوله بمعنى أنه كان حيأخذ منصب حلو مركز حلو لكن اللي حصل أنه هو بقي عبد واحد زي يوسف ده يفكر يقول إيه 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 أنا أحلامي ملخبطة إيه 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 بس انتبه أنه حتى لما كان في السجن ولما فسر الحلم للصاق وللخباز فسروا بكل أمانة ما غدرش فيهم وما تدمرش على الرب والفترة اللي عادة في السجن كان يعني تدريب وصاق لشخصيته الروحية ده مهمة قوي كان ظلم لأنه ما عملت شيء غلط في حياته لكن ما ذكرناش الكتاب ما ذكرش أنه هو يعني نسي ربنا ولا تزمر على ربنا ولا قال كلمة واحدة معنا تليفون يا حضر الأسيس الأخ أبو وسام من ميزوري أهلا بيك الأخ أبو وسام أهلا بحضرتك شعونكم أهلا أخوي أبو وسام تفضل شعونك حضر قديس أهلا أخوي والله أنا بس أحبيت أسلم عليكم وأرد أسلم حتى حضرة القديس كم شغلة يعني تفضل أنا بالإيمان بالإيمان جديد يعني إيمان بيسوع المسيح تفضل جديد يعني بس أنا يعني عم بدرس عم عم دعمي كل ما أقدر عليه بس شنو جا تواجهني مشاكل هاي المشاكل يعني شو أنا حس الشيطان شو يواجهني يعني يقول لي هذا الإيمان غلط هذا الإيمان هيج تواجهني مشاكل بالشغل بالشغل يعني حتى يعني بطلت من الشغل يعني ما أقدر مثلا أحقد على واحدة وما أقدر أتعاركوا يا واحدة وما أقدر أسوي عداوة مع حدا يعني يسوع المسيح وصاني أن ما ما سوء مؤامرات ما يعني من هذا الشيء أيوه طيب أخي أبو السام كيف أمنت أنت قدرصلك مؤمن صالي 8 شر 8 شر ممكن تشارك معنا كيف أمنت والله يعني احنا من خلفية مسلمة يعني أيوه وأول ما أمن هو والدي أيوه وبعدين والدي قال لنا يعني أن زوجتي أمنت وصرت أسمع يعني يحكوا يسوع يسوع الناس تجعدني يسوع يسوع حبيت شنو مين هو هذا يسوع يعني أيوه مين يسوع زيش يعني طيب صرت أسمع علي صرت أحب يسوع يعني أسمع حللويا أمين أي يعني أسمع يعني صرت أسمع علي يسوع صرت أبواء أفلام المسيح أبواء أقرب الكتاب وصرت يعني وبالأخير بنت خلص هو الحي يعني هو هو الإيمان الصحيح يعني أيوه أيوه فصار عندي كل الإيمان بيسوع المسيح أنه هو حي يعني أيوه أمين هو حي يعني وسلمت حياتك للرب بعدين هو المخلص يعني بعد ما تعلمت وقريعت أعرفت هو المخلص وسكن في حياتك سكن في قلبك أيوه عائلتي وعم ندرس وعم كل شي نعمل يسوع المسيح أيوه شوف أخوي أبو وسم بس أحساني ولو تحت حيات حضرة القديس يعني أحس نفسي محاربة أيوه لأنني مثلا كل العادات الموزينة تركتها أيوه فأنا أنا ما أقدر أواجه الناس يعني أحقد على واحد أو أوقع واحد بحصرة يعني تعلمنا الحوب والتسامح أيوه من من سوى المؤامرات من بالشغل بالحياة العامة نحب الناس نساعد الناس يعلمني سوى المشي فأي مشكلة جسر عندي يعني معرف يعني معرف هذه شوية جعاني من هذه المشكلة شوف أخوي الشيطاني حاربنا يعني تعرف التباعد حظ شوف أخوي أبو وسام من المهم جدا من المهم جدا قراءتك للكتاب المقدس ودراستك للكتاب المقدس لأنه أي شخص بيكون في قبضة الشيطان وبعدين بينتقل من قبضة الشيطان بيدخل بقبضة الرب يسوع بيسير بإيد الرب يسوع الرب يسوع السكن في قلبك فأنت فأنت أصبحت ابن الرب أنت انتقلت من الظلمة إلى النور تركت الشيطان ورحت مع الرب تركت الخطيئة والنجاسة وكل أنواع الإثم تركتها والتجأت للرب أصبحت خليقة جديدة بولوس بحكي لمن هو في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو دا الكل قد صار جديد فأنت خليقة جديدة لكن هل تعتقد أن الشيطان رح يتركك لا بده يحارب بحاول بكل الطرق أنه يسترجعك إلى حياة الماضي بس السؤال اللي بيسأل نفسه بيطرح نفسه باستمرار كيف بدك ترجع لحياة الخطيئة والنجاسة بعد ما عرفت الرب يسوع وبعد ما اختبرت النعمة وبعد ما اختبرت الخلاص والطهارة والقداسة في شخص الرب يسوع ما تقدر ترجع فبيحاول يسترجعك بيشتى الطرق فاللي بيحفظك الرب بيحفظك بيحفظ نفسك لكن أيضا قراءتك للكتاب المقدس مهمة ولازم تعرف أنه أي شيء بيخليك تصير ضد الرب ضد عمل الله ضد كلمة الله ضد الخلاص هذا من الشيطان أي وقت في شعور في داخلك أو في صوت بيجيك بيقولك الإيمان مش صحيح الكتاب المقدس مش صحيح الله مش موجود أنت بتضيع وقت هذا صوت الشيطان بيحاول كل جهده يبعدك عن الرب من المهم أنك أنت تقرأ الكلمة وتصلي بشكل يومي وتشوف كنيسة جنبك اللي تقدر تنمو من خلال حضور الاجتماعات ويكون لك شركة مع الأخوة المؤمنين ويكون راعي الكنيسة اللي يشرف عليك ويساعدك في حياتك الروحية في شيء احنا منسميه وسائط النعمة الخمسة على عدد أصابع إيديك أول شيء قراءة الكتاب تاني شيء الصلاة تالت شيء حضور الاجتماعات رابع شيء الصوم خامس شيء الشهادة عن الرب يسوع يعني نخبر الآخرين بكم صنع بين الرب ورحمنا هدول وسائط النعمة الخمسة بيساعدوك أنك تنمو روحيا وتصبح جبار بقس وتصبح بطل بالإيمان فمن المهم أنك تتمارس هذه الوسائط الخمسة بعيدهم مرة تانية قراءة الكتاب الصلاة حضور الاجتماعات في الكنيسة يعني الصوم تكرس وقت للصوم انقطاع كامل عن الأكل ممكن يوم يومين من الصبح للمساء من الصبح للعصر ودائما الصوم بيكون إله هدف في سبيل شيء يعني معين بتصوم لأجله ممكن قوة روحية ممكن انتصار روحي ممكن ملء الروح القدس وفيضان روح الله والشيء الخامس أنك تشهد للآخرين عن عمر الله في حياتك تحب نصلي معاك الآن أنا عم بقر الكتاب المقدس جيد وأنا قبل فترة حكيت معك أنا قبل فترة حلمت بيسو المسيح حمين حلل يعني يعني قبل فترة حلمت بيسو المسيح و يعني إذا تحب حتيه كياه يعني تفضل نزده ملائكة من السحابات نزده على الأرض بصورة بطيئة حد ما وصلوا عندي بس بس التفتت شوية ورجعت طلعت لأدامي لأيت يسوع المسيح أدامي وغفعت على السحاب حللويا ومدلي إيده وقال لي خرافي تعرفه وأنا عرفها حللويا أمين وفئت من الحلم حللويا أمين يعني هذا مختصر يعني أيوه بس يعني أنا حابة صليلي يعني لأن الله أنا ما عندي شغل أمين وأنا أشكركم يعني وأنا أحب قناة الكاملة وأنا برامج من البرامج قلتك من قناة الكاملة هي مدرسة يعني أكيد مبارك اسم الرب يعني نص التعليم نتعلمها من قناة الكاملة نشكر الرب نشكر الرب لأجل قناة الكاملة قد إيه بتعمل عمل غير عادي يمكن أول مرة يمكن بنسمع دلوقتي مش بس أول مرة في البرامج دوت في كل البرامج قد إيه ناس بتتغير قد إيه يعني نحن عم نتعلم من عده يعني 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 لأنه فعلا زي بحل بتقول هي مدرسة ده حقيقي جدا مدرسة يعني أنا مش كافر أنا مش كافر أولاد إبراهيم عندنا برامج مخصصة مخصصة لحضراتكم نهتم يعني لنستاذ أندرو خليه مستمر وإحنا عمنا نتعلم من عندي آمين أحب نصلي معك أخوي أبو السام حتى الرب يعطيك إن شاء الله أنا محتاج صلاة العائل أمين البيئتي الشغلي يعني هواي محتاج طب خلينا نصلي هلأ أخوي أبو السام يعني يعني ما مأيز أعرف الرابع إلا خططه إياه حللوي وهو يعني ما مستعجل على شي حللوي يعني هو بعد شنو اللي يسوي الياني قابل آمين آمين خلينا نصلي آمين أنا أطلب من كل شخص بشاهدنا اليوم أنه يرفع أخونا أبو السام معنا أمام عرش النعمة نتفق معنا لأجل هذا الإنسان اللي اختبر الرب والرب نشله من الخطيئة وطهره من الخطيئة وكتب اسمه في سفر الحياة نصلي أنه الرب يحميه من من مؤامرات عدو الخير وهجوم عدو الخير على حياته والرب يعطيه وظيفة اللي يقدر يقتات من خلالها يا إلهنا الصالح يا إلهنا القدوس المبارك يا رب نشكرك لأنك اخترت أخونا أبو وسام مع رب وانت خلصت نفسه وأكدت له خلص نفسه يا رب بحلم يا رب شافك فيه واختبرك فيه أشكرك لأنك انت اللي غيرته سكنت في قلبه بالروح القدس أشكرك لأجل خلاص زوجته ووالده يا رب والعائلة كلها يا رب نصلي باسم الرب يسوع المسيح وباتفاق يا رب مع جميع الأخوة اللي بيسمعونا الآن يا رب إنك أيها السيدة الرب تحميه وتغطيه بدمك يا رب اللي سال على عوض الصليب وترسل يا رب ألوف مؤلفة من الملائكة يا رب اللي تحميه يا رب من كل هجوم شيطاني على حياته من كل حرب شيطانية علي يا رب من عدو الخير قلبه احفظ مشاعره احفظ أفكاره يا رب باسم الرب يسوع المسيح نصلي يا رب أنك يا رب تكمل عملك في حياته وتخلص كل أفراد العائلة يا رب وتكتب أسمائهم في سفر الحياة كما ونصلي باتفاق اليوم يا رب أنك أنت تعطيه الشغل يا رب اللي يقدر يعيش من خلاله يقتات يا رب من خلاله حتى يا رب يعيل عائلته أرجوك في اسم الرب يسوع المسيح املأوا يا رب بالروح القدس فيد فيه بالروح القدس يا سيد الرب باسم الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد باسم القدوس الأزلي باسم الحي الأبد الأبدين نشكرك لأنك أنت لمسته ونشكرك لأنك أنت عطيته الشغل الجديد يرفع اسمك من خلاله يا رب ويمجدك في اسم الرب يسوع المسيح نشكرك لأنك سمعت واستجابت أمين يا رب أمين أمين شكرك يا أبو يسام وعايز أقول لك حاجة حاجة الأسيس لاحظت أنه بيقول أنه في تغيير حقيقي أنه حياته بيحب الناس وما يقدرش ينتقل وما يقدرش يجزيهم بشر هو ده التغيير الحقيقي هو ده أنه مش بس القلب القلب ما بيتغير بيطلع أدي حاجات رائعة والقلب ما بيتمالي بمحبة الرب أدي بيتغير وده اللي احنا كنا يمكن بنتكلم عنه أنه الانتظار دوت وقت مش ضايع أنه الله بيغير فيها ويشكل فيها زي ما شكل في يوسف وقته طويل صحيح لكن كان كل دقيقة أو كل ثانية رب كان بيشكل وبيعده وبيجهزه لكن عايز أسأل حالك سويا لحد الأسيس هل لو أنا رد فعلي كان مش الانتظار أو انتظرت بتبرم أو بمدايقة أو بغير صبر أو يمكن بكلام مش حلو هل ده بيغير مشيئة الله أو بيغير وقت الله هو لكل لكل فترة انتظار فترة هي هي فترة في فترة ممكن الرب يدربني في هذه الفترة وتكون فرصة للتدريب وللعمق الروحي عرفتي لو أنا رفضت هذا التدريب لو أنا اعترضت على مشيئة الرب لو أنا اعترضت على الوقت للرب أعطاني يا حتى أنتظر فيه أنا اللي بخسر مش الله اللي بيخسر لأن الفترة محدود عرفتي فأنا الإيماني بيتدرب بهذه الفترة يعني عايزة أوصف زي مثلا يمكن احنا متعودين لو الطفل الصغير عايز حاجة بيقعد يصرخ ويعمل قصص طويلة قوي فالأم عشان تزا تروح مدياله الحاجة النظام ده ما بيمشيش مع الرب مع الرب لا مع الرب لا لا يعني ما نقدرش نفرض شيء على الله احنا لن نسأل يعني الله مش بيشتغل عندي حتى أنا أفرض عليه شيء يا دي نقطة مهمة عرفت يعني في كثير المرات من عام لله وكأنه 9-1-1 في حالة الطوارئ من التجليد ولازم تعمل طب وباقي الأيام والأيام اللي أنا بعيد عنه فيها والأيام اللي أنا عايش فيها في تمرد عرفتي يعني حياتي اللي ما فيش فيها قداسة راحت فين طب أنا بطالب يا رب وعدك الفلاني والوعد الفلاني طب أنا حياتي نفسي الأخت جورجيت حكت كلمة رائعة جدا قالت إن رعيته إثمر في قلبي لا يستمع لي يا رام طب إذا أنا فيه في داخلي هالإثم الرب مش بيسمعلي ليه لأنه فيه خطية في الداخل خطيئكم صرت فاصلة بيني وبيننا بالزبط بالزبط يعني لما الرب يسوع كان على الصليب قال إيلي إيلي لما شبقتني ومعنى كلمة شبق بالأرامي القديم يعني فصل النساء زمان كانت تلبس برقة فقال له شبقتني يعني فصلتني ليه لأنه الفرق بين في كتير ناس تصلبت لكن المسيح تصلب بطريقة مختلفة كليا كتير ناس تصلبت بالمسامير بأيديها وبرجليها وإكليل شؤك وكل شي مش مشكلة لكن ما الفرق بين النفسي وبين الرب يسوع بالذات الرب يسوع لما كان على الصليب حمل أثامنا أشعياء 53 بول لكنه أخذ أمراضنا وحمل أسقمنا وبقلدات الشخيطة أثامنا حملها وأوجاعنا تحملها فأخذ كل الأثام على جسده فأخذ خطايا البشرية كلها على جسده فلما الآب نظر حبقوك في صحر أول بولنا عينك أطهر من أن تنظر الشر ولا تستطيع النظر إلى الجور الله ما يقدرش يطلع على القطية ما يحبش يطلع على القطية لأنه قدوس ساكن في نور لا يدن منه لكن هو بيحب الخاطئ لا الخاطئ بيحبه فلما نظر شاف الرب يسرح حامل خطايا البشرية كلها أجمع عليه ففصلت بينه وبين الآب ليه؟ لأجل خطيانا فإحنا إن اعترفنا بخطيانا هو أمين وعادل حتى يغفر كل خطيانا ويطهرنا من كل إثنان أمين حد الأسيس معنا تليفون الأخ واسيم من كاليفونيا أهلا بيك أخ واسيم حرك معنا على الهوى تفضل تفضل حضرتك مرحبا أهلا بيك أهلا بيك أنا وسيم ملك من ساندياغو أهلا بيك أهلا بيك زرتنا أنت قبل فترة في الآبارة في الشرطة وكان سنديا أهلا بيك تعزينا هواي بكلامك يعني صدق كانت يوم مبارك وفي أثناء خسرت شغلي قبل أسبوع يعني كنت أملك شغل جميل وكنت مرتاح وكونت عائلة يعني بعد انفصال لفترة والرب باركني بشغل كل جزين وقدرت أفتح بيت ورجع أنا زوجتي وبنتي والرب باركني بس اللي صار أنه أنا يعني صار عندي يعني شغل وفلوس وشغل هذا كنت أحلم في يعني بعدما اشتغلت هذا يعني تماديت تركت الرب يعني تركت الرب وبتعدت عن قراءة الكتاب وبتعدت عن الكنيسة وصرت أتدمر هواية وصرت يعني أشتغلت أشتغلت بس اللي صار أنه في يوم يعني لسبب يعني أقل يعني أخذ سبب أنه هو كان يعني أبد موفد شيء خسرت شغلي اللي كانت أحلم بيلي مدة أربع سنوات في يوم وليلة يعني في ون ون ويك كل شيء يحدث ستغلت وصرت ترمينات يا ياسمي يعني حاولت وحاولت أرجع لهذا الشغل طبعا أنه من طلعت من الشغل التجاة للرب التجاة للصلاة ويالأخوة اللي موجودين بالكنيسة يعني أخوه مباركين انت جات وشفتهم طبعا طبعا ويا الصلاة ويا السيس ناجي السيس ناجي السيس مبارك رجل الله يعني بس اللي الرب لم يشاء أنه أرجع لشغلي يعني مهما حاولت وصليت وهذه بس قبل بوقت يعني شفت حلم يعني أنه هو مو حلم أنه رؤية يعني كنت أنا مثل ما قلت لك أنه تركت الرب والتجاة إلى طرق أخرى أنه شفت حلم رؤية أنه أنا نايم وأنه يعني صحادت لسه ما وأنه دخلت بالنار أنه خلص يعني أنا بالجهنم لأنه صرت أصرخ يعني يقول يا رب ليش تركتني ليش تركتني يعني 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 أنا تنت إلك صح أنا اتماديت وعفتك بس ليش تركتني وجسمي كل قير يعني أسود وصخ يعني ما حسيت أنه فتشي أخدني شالني من إيدي وشمرني بماء مي صارت مثل الدوام أنه افترت الدوامة ودبتني في مكان بس شنو من شفت نفسي أنه أنا نظيف حللويا ماكو ولا وصخ يعني ماكو ولا وصخ وشفت الرب يسوع قال لي لك المجد لك المجد لك المجد لك المجد هذا الكلام أبدا ما أعسى وثاني يوم نصحيت أنه إيدي الشالي من عندها يومين توجعني يومين أتألم من عندها يعني أنه حسيت أنه هذا الشي صح ووراها صارت هذه الشغلة مالتي أنه طلعت من العمل بس أنا ما ترك ترب يعني أنه أنه صليت رغم أنه أني صليت وقريت كتاب وتمنيت أنه أرجع بس ما قدرت أرجع يعني مهما حاولت ما قدرت أرجع على شغلي بس أنا ما ترك ترب ظليت أقرأ وأقرأ وأقرأ إلى أنه أطلب أنه من عندك صلينا أنه ألقى الشغل الثاني قدمت على أكثر من شغلة بس أتمنى أنه الرب يكون مشيئته هالمرة مو مشيئتي يعني أمين الشغلة اللي اشتغلت بيها تشيرت أنا أطلب من عندها أريدها ونتاني إياها وستة شهر أنا طلعت من هذا حل الله طب نصلي يا إلهنا الصالح بكل اتفاق وكل شخص بسمعنا يا رب نتفق معا لأجل أخونا وسيم يا رب اختبرك عدو الخير حاول يا رب أنه يرجع للماضي لكن يا رب محبتك قوية كالموت يا رب محبتك يا رب لوسيم كانت كتير قوية استرجعت يا سيد الرب من مخيم العدو يا رب والآن هو يعبدك يا سيد الرب بكل حرية الروح يا رب نصلي ونرفع أمام عرش النعمة هو يا رب وكل شخص اليوم يا رب بسمعنا بحتاج لوظيفة بحتاج لعمل يا رب نصلي أنك تكرمه بوظيفة يا رب في مكان مناسب بأجر مناسب يا سيد الرب بتوقيت مناسب يا رب في حقل يا رب يناسبه كابن ملك الملوك ورب الأرباب أشكرك لأنك أنت دائما يا رب بتكرم أولادك يا رب بتفتح كوة سماواتك يا رب وبتغضق عليهم يا رب بركات حتى لا توسع باسم القدوس الأزلي باسم القديم الأيام باسم الألف والياء نصلي ولأسمك نعطي كل مجد وكرامة إلى أبد لأبد لأبدين أمين يا رب أمين بنشكرك يا أخونا وسام وأعزائي المشاهدين هنطلع فاصل وهنرجع لكم حيلا فابقوا معنا شايل هم الحياة لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر وتعلم طلباتكم لدى الوقت اشتركوا في القناة 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 شاكل اشتركوا في القناة 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 في أحشائها فترة تسعة شهور وتحضى في رعايته في فترة الطفولة والشباب إلى فترة إلى وقت الصلب والقيامة يعني الإيمان أن نرى ما لا يراه الآخرين الانتظار أمامه الرب هو أن أيضا بنفس الشيء أن نرى ما لا يراه الآخرين تنتظر مش عم بحصل معك شيء ومعمل شيء أنت بحد ذاتك لا كثير بنفقد بطلوبة بديلة زي ما صار عملت مع أبراهيم أجيب هاجر حطله هاجر حطيح بل من هاجر طب وليه ما صدقش الله ليه منصدق كل البشر لكن مش منصدق الله ليه مننتظر في طبور الخبز لكن ما منتظرش أمام الله ليه عندنا استعداد ننتظر في المكاتب الحكومية بالساعات مع الناشر استعداد ننتظر أمام حضرة الله ليه عندنا استعداد ننتظر في مكتب الطبيب ساعات ومننتظرش أمام الله ليه ليه منحل الأمور اللي ملهاش قيمة ومنحرم الأمور اللي البركة غير عادية من وراها الانتظار أمام الله يعطينا دائما قوة منتظروا الرب يقول أشعياء يجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون بمعنى أن الله بيجدد القوة لو أنت بقلك مدة طويلة منتظر الرب بيديك قوة بيديك معونة بيديك سند إلهي وتعديد إلهي عشان تقدر تكمل لأنه بالفترة لأنا بنتظر الرب فيها بعمل إيه؟ أنا بآمن أنا بقرأ الكتاب أنا بصلي أنا في شركة مع الله أنا في وضع التوبة أنا فتح وداني حتى أسمع صوت الرب ها؟ هذه الأمور أنا بعملها أثناء الانتظار أمام الله عفوا يحلت الأسيس معنا تريفون الأخت هايام من أستراليا إحنا بقلنا فضلنا على وقته قليل قوي على انتهاء الحلقة فيريد باقتصاري أخت هايام تفضلي سلام المسيح معكم أهلا محتيام بس أريد أشكر الرب على نعم وخيرات الكثير علينا شكرا وريد أشكركم لأن مرة تصلت فيك غشف عصام على القناة وطلبت يعني طبعا من أجل أخويا كان زوجي يعني صالوا سنتين وما بيصير حمل فرب أكرمنا وزوجتنا هسا حمل ونشكركم شكرا مبارك اسم الرب شكرا ربي بارككم ويجبين خناة الكرمة شكرا لك يا أخت هايام وده أعمل الرب في خناة الكرمة حقيقي حقيقي كل يوم وكل دقيقة بنسمع قد إيه الله بيعمل الرب في وسطنا جبار يخلص مبروك لأخوكي وشكرا لك يا أخت هايام لأنك رجعتي وديتي المجدى للرب وشكرتي رب قدام العالم كله مبارك الرب صالح شفتي توقيت الرب توقيت الرب دحل في توقيت ما نقدرش نتخطى ونستبدل توقيت الرب بأمور تانية عندك التصوير وتعلق صلاتي على القائمين على هذا العمل الجبار حقيقة لي موضوع غني موضوع شيق موضوع مهم ليس سهلا بس أخونا في فيس عصام بس أنا بحاجة للصلاة طلبة خاصة إذا سمحت تفضل حبيبي وطلبة معلمة تفضل الله يخبرك بس بحاجة طلبة خاصة وطلبة ملك الأردن والشعب الأردني والحزود الأردنية أمين شكرا لك ونستنى منك الزيارة على البيت إن شاء الله إن شاء الله بنعمة يسوع أخوي أمين أمين أخونا عيسى أمين كانت تلبط الصلاة اليوم شكرا لك يا أخونا عيسى ونصلي لأجل كل القادة وكل من هم في منصب أن الرب يحميهم حتى نقضي حياتنا زي ما الإنجليز يقول في هدوء وسلام أمين الرب يبعث النصيب الصالح أمين صلاة من أجل الموفق الرب يشفي ويساعد والدته أمين يا رب صلاة من أجل نادية الرب يداخل في ظروفها ويرجعها إلى بيتها باسم الرب يسوع صلاة من أجل نهاية الرب يسدد كل احتياج صلاة من أجل لطيفة صلاة من أجل لطيفة للشفاء صلاة من أجل جلادس عندها مي على الصدر صلاة من أجل آدم الرب يشفيه صلاة من أجل بنتها الرب تطلب أن الرب يحضر بنتها قريب من تركيا وعائلتها مبارك أمين عندي طلبة صلاة حتى الأسيس أخت طلبة صلاة لأجل أنه لقيه فيه سمول سيستف في صدرها ودي بوزتف فنصلي الأجل أنه الرب يكون هي حتشلها يعني بس نصلي الأجل ما يكونش فيه أي حاجة تانية مستخبية هايدينج يعني أو حاجة في مرة حصل اختبار لمجد الرب أقوله أخت جت يوم الحد على الكنيسة وقالت أنا في عندي في ورن في الصدر ويوم الثلاثة رح يعمل العملية وفي عدة أخوة شاهدين على هذا الموضوع ويمكن إذا في شخص بشاهدنا ممكن يتصل ويشهد على هذا الموضوع وصلنا معاها ويوم الثلاثة رح تعمل العملية استقصلوا الصدر وبعد ما استقصل الصدر أخدوا عينة وفحصوا اكتشفوا أنه ما فيش كانسر فيه فكان الرب أريدي شفاها لكن لازم لما ناخد جوابنا الرب نفحص مرة تانية قبل من عمل العملية أمين أمين ده نداء مهمة قوي قوي ونصيحة غالية جدا يحب الأسيس أمين أنا بسط أنه الرب شفاها لكن من نفس الوقت أحزنت لأنه صارت العملية وما فيش داعي كان العملية لكن الرب يعطينا الحكمة في إيماننا في اسمه الرب يسوى أمين نصلي أحزي الأسيس في الطلبات الغالية يا أبونا السماو يا إلهنا القدوس المبارك يا رب نرفع أصواتنا أصوات الحمد والشكر لأنك صالح ولأنه إلى الأبد رحمتك نرفع أمامك أخونا عيسى يا رب عنده طلبة أنت عارفها يا رب أمل أذنيك يا رب واسمع صوت اليوم ونحن باتفاق معايا سيد الرب نرفع هذا الطلبة أمام عرش النعمة حتى تسمع وتستجيب نصلي يا رب لأجل الملك عبد الله يا رب ملك الأردن يا رب نصلي لأنك تعطيه الحكمة وتحافظ عليه يا رب يا رب تعطيه السلام في البلاد يا رب وتحافظ عليها يا رب من كل شر وشبه الشر من كل روح غدر يا رب ومن كل روح قتل وكل روح عنف باسم الرب يسوع المسيح نصلي يا رب أنك تسير يا رب في وسط الشوارع يا رب في جميع الشوارع المملكة يا رب وفي جميع مدنها وقراءها يا رب وتسود بسلامك عليها تعطي الحكام يا رب والمسؤولين يا رب في الأمن يا سيد الرب الحكم يا رب باسم الرب يسوع نصلي يا رب لأجل يا رب العراق أنك يا رب تتمجد في العراق وفي سوريا يا رب بشكل خاص نرفع عمامك الأخت اللي عندها كانسر يا رب في الصدر يا سيد الرب أنك تمد يمينك وتبرئها من هذا الكنسر نرفع عمامك هذه الطلبات جميحة يا سيد الرب لا تسقط طلبة يا رب بل اسمع جميع هذه الطلبات واستجيب باسم الرب يسوع المسيح الناصري بحق الدم الطاهر باسم قدوس القدسين نصلي واثقين أنك اسمعت واستجبت أمين بنشكرك جدا يا حضر الأسيس على وجودك معنا تباركنا حقيقة تعلمنا كتير قوالص خالص من حضرتك ربي بركك وننتظرك في حلقات أخرى إن شاء الله عزيزي المشاهد انتظر الرب ولتشدد وتشجع قلبك وانتظر الرب نهاردة جايين ننتظر قدام الرب ومسدقين فيه لأنه انتظار انتظرت الرب فما لا إلي وسامع صراخي إلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله ربي ماغو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا